احتفلت كلية النفط والمعادن بمحافظة شبوة بتخرج الدفعة التاسعة عشر من طلابها مساق البكالوريوس في اقسام هندسة النفط والغاز والجيولوجيا الهندسية واقتصاديات وادارة النفط والبالغ عددهم 458 طالبا وخلال حفل هنأ وكيل المحافظة المساعد علي محمد الكندي الطلاب الخريجين بهذه المناسبة التاريخية في حياتهم وتمنين لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية القادمة وبما يخدمهم ويخدم مجتمعهم ووطنهم بالصورة المنشودة منوها إلى همية التعليم وخاصة التعليم الجامعي في حياة الأوطان والأمم وتطورهما ورقيهما مؤكدا حرص قيادة المحافظة على السمراء لدعمها ومساعدتها للتعليم الجامعي في المحافظة وإنشاء جامعة شبوى لكي تتيح الفرصة لأبنائها لمواصلة تحصيلهم العلمي الجامعي في التخصصات المختلفة لما لذلك من أهمية كبيرة في خدمة المحافظة بشكل خاص والوطن عموما وفي نهاية الحفل الذي تخلى له عدد من الفقرات الفنية المعبرة تم تكريم الشخصيات والجهات الرسمية التي كان لها دور بارز في دعم العملية التعليمية بالكلية والاحتفاء بتخرج الدفع التاسع عشر من طلابها كما تم توزيع الشهادات التقديرية على الخريجين